بعد تخرجه بشهادة لصنص في العلوم الفلاحية وبعد رحلة بحث عن حياة مهنية وقف سامي ابن مدينة خنشلا مستسلما عاجزا عن تحقيق احلامه المستقبلية ليتسرب بعدها اليأس الى قلبه ويرسم له طريق النجاة من خلال ركوب قوارب الموت بعيدا عن فكرة الهجرة الى ما وراء البحار قريبا من جامعة عباس الغرور حيث الملاذ الوحيد لدخول علم الشغل عبر قارعة الطريق فبطبخة الامل يعيل بها سامي اسرته من جهة ويقدم خدمات افتقدها الطلبة من جهة اخرى ما الحاجة اللي بديت بها بديت بها طاولاتها المحجوبة كنت نجي نحطها هنا في شوكة هذه بطاولاتها المحجوبة بشوي بشوي بفضل دعم سما الناس اللي جيني نتمنى من السلطات الدخل تدلي حل وضعية هذه يعطوني طرخيص نستغلها بطريقة قانونية ونقدمنا سما الشيلي النجم نعاون بها نعاون الطلبة هذا نتمنى من السلطات انه تعاونوا قانونيا ويبقوا يفرنا كما هكا خطر معاوننا بزاف نتمنى من السلطات من الوالي انه يدخل يدخل يشوفنا الوضع هذا التاعه رغم الظروف وقلة الامكانيات قابلها سامي بالأفكار وإلى غاية تسوية الوضعية القانونية لهذا المطعم الصغير المحتضن لأحلام كبيرة يبقى الأمل في التفاتة جدة من السلطات